اشتركوا في القناة ملتقى ببان اختتم اعماله اليوم في الرياض بتمويل بيبلغ 54 مليار ريال للمنشآت وزير العدل يؤكد خلال ملتقى التحول الوطني ان جميع القضايا الاكترونية تصل الى المحكمة في اقل من دقيقة السياحة تحتفي بالنجاحات والشراكات الدولية الجديدة في معرض برلين للسياحة اهلا بكم تنطلق غدا اعمال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص والمعرض المصاحب له في الرياض وسيستعرض المنتدى الذي تستمر اعماله على مدى يومين دور الصندوق في تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال بحث فرص التعاون المتاحة لبناء شراكات مثمرة مع القطاع الخاص بهدف تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته وزيادة حجم المحتوى المحلي واطلاق قطاعات واعدة واستحداث المزيد من فرص العمل والتي ستسهم بدورها في تحقيق اهداف رؤية السعودية عشرين ثلاثين وللحديث اكثر ينضم الينا من جدة الكاتب الاقتصادي الدكتور بندر الجعيد دكتور بندر بداية اهلا بك في هذه النشرة دكتور انطلاق اعمال هذا المنتدى مدى استفادة القطاع الخاص من خلال الفرص المتاحة له دكتور بندر ايو مرحب اعيد لك السؤال نعم انطلاق اعمال هذا المنتدى منتدى صندوق الاستثمارات العامة مدى استفادة القطاع الخاص من خلال الفرص المتاحة له في البداية المساء الخير ستالي محمد اعقال السادة من الشاهدين والشاهدات اعتقد ان المنتدى في نسخته الاولى هو فرصة كبيرة للصندوق الاستثمارات العامة وكذلك للقطاع الخاص لإيجاد منصة ثلوية لتبادم وجهات النظر وكذلك لمعرفة العوائق وتحديدا فرص الموجودة والمتاحة للصندوق وكذلك للقطاع الخاص وبدأ استفادة القطاع الخاص من المبادرات والمشاريع النوعية الذي بدأ الصندوق العمل عليها اضافة الى توظيف الاستراتيجية الجديدة التي اطلقها الصندوق قبل عامين نحو تحقيق مستهدفات جديدة سواء من ناحية رفع المستوى المحتوى المحلي او كذلك تنكين القطاع الخاص في مجموعة من الصناعات الجديدة شاهدنا العديد من المشاريع التي اطلقها سمولي الأحد خلال عام المنصر وخلال هذا العام آخرها طيران الرجابي تم الإعلان عنه بالأمس وكذلك صندوق الاستثمار في الفعاليات فجميع المشاريع التي بدأ الصندوق فيها وكذلك القطاعات التي بدأت شركات الصندوق تعمل كمحفز تحتاج إلى دعم القطاع الخاص كذلك للإستثمار أجل مباشر فاعتقد أن عقد المنتدى هو فرصة لدحف فرصة التعاون كذلك لخلق شراكة حقيقية ما بين القطاع الخاص الشركات والقطاع الخاص ليس فقط في العاصل الرياض أو في المدن الرئيسية ولكن في المدن الأخرى التي تنفيها عامل مشاريع نوعية سواء السياحية أو ثقافية أو مشاريع ترفيهية لضافة إلى الخبرات المتبادلة الصندوق بحكم حجم الانكشاف لديه من الاستثمار الخارج والداخل في مشاريع عديدة لديه خبرة كبيرة جدا في عبر اتدارة الاستثمارات وإدارة الفرص وتحقيق النجاحات سيكتسب القطاع الخاص من هذه الخبرة دون شك لضافة إلى العلاقات التي تتمتع بها الصندوق فاعتقد أن خطوة إيجابية لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص نيجاد فرص مشتركة وكذلك خلق المزيد من فرص العمل والتي بجميعها دون شك ستنعكس على النموذ الاقتصادي والنذكة والناسجة المحلية الإجمالي والتي خلال العامين الماضية حققت أرقام حقيقة كبيرة وإيجابية على مستوى بجموعة العشرين وبإذن الله هناك تطلعات تستمر هذه الأرقام خلال السنوات القادمة بإذن الله تعالى نعم دكتور بندر في كل ما ذكرت ما هي المساهمة الحقيقية والتي ستتحقق من أهداف الرؤية السعودية عشرين ثلاثين من خلال أعمال هذا المنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص طبعا واحد من أهم اللقاط الرئيسية هو وجود هذه المنصة أو اللقاء السنوي طبعا وجود لقاء سنوي ما بين القطاع الخاص بأنواع الشركات المختلفة وكذلك بحجام الشركات المختلفة لن يكون المنتدى محصول مثلا على فئة شركات إملاقة أو شركات كبيرة وإن كان أي شركة تجد بنفسها صرصة في العمل ضمن مشاريع الصندوق الحضور للمنتدى هذا النوع من اللقاءات يعطي مساحة اتصالية ما بين الصندوق وكذلك تنجحات التشريعية لدينة المنبكة والقطاع الخاص لمحاولة إذا كان هناك أي مشاكل أو اقتراحات أو اكتكارات أو اكتكار بمشاريع جديدة فأعتقد من ناحية الاقتصالية وكذلك من ناحية وجود لقاء سنوي يعد مكسب إيجابي باقتصاد المحلي إضافة إلى أنه خلال أعمال منتدى مستقطة الاستثمار العام الماضي تم إعلان مبادرة لرفع المستوى المحتوى المحلي لأكثر من 6% وهذا يعني بأنه يتم هناك دعم الكثير من الشركات الصناعية المحلية وكذلك دعم الكثير من الشركات التحويلية إضافة إلى موائمة التقطاب الشركات العالمية ومقرات الأقليمية لدينا في العاصل الرياض وكذلك عملية نقل المعرفة والتجربة للشباب والشابات السعوديين كلها بدون شك تصد في المحاولة الرئيسية لـ 2030 إذن كل شكر وتقدير الكاتب الاقتصادي الدكتور بندر الجعيد شكرا دكتور أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تقرير الربع الرابع من عام 2022 لمبادرة جيم مود الذي كشف عن تحسن أداء الألعاب الإلكترونية في المملكة بنسبة تصل إلى 40% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2021 كما تضمن التقرير نتائج أداء سرعات تحميل الألعاب الإلكترونية عبر منصات الألعاب في المملكة وذلك بالمقارنة مع سرعات الباقات لدى المستخدمين تطلق وزارة الصحة الأحد المقبل حملة توعوية عن أبرز المخالفات في ممارسة الرعاية المنزلية وتستهدف مراكز الرعاية المنزلية في القطاع الصحي الخاص وأكدت الوزارة أنها ستقوم بالوقوف ميدانيا على المنشآت الصحية من خلال فرق رقابية للتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية في تلك العيادات وتصحيح الملاحظات وضبط المخالفات المستمرة وإيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين تستضيف الرياض اليوم المعرض السعودي الدولي لمستزمات الإعاقة والتأهيل على مدى ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من ثمانين عارضا محليا ودوليا بهدف استعراض أهم التجارب العالمية في التقنيات المساعدة والأجهزة الطبية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال تنطلق في الرياض بعد غد الأربعاء ولمدة يومين فعاليات مؤتمر القطاع المالي الدولي في نسخته الثانية والذي تنظمه وزارة المالية بحضور ومشاركة صناع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية المحلية والدولية وسيناقش المؤتمر عددا من القضايا المالية وسبل التعاون بين الدول برعاية وزير التجارة ونظيره التركي ينطلق في العاصمة الرياض الأحد المقبل أول معرض للمنتجات التصديرية التركية ترك إكسبوث 2023 بمشاركة 150 شركة تركية ويعد المعرض الذي يقام لأول مرة في المملكة معرضا متخصصا في المنتجات التصديرية التركية وتضم المنتجات التقنية والصناعية ومنتجات الجمال والتنظيف والمنتجات المنزلية والأثاث إضافة إلى المنتجات الغذائية ومواد البناء والأدوية أعلن صندوق التنمية الوطني تجاوز التمويل المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال فعاليات ملتقى بيبان 23-54 مليار ريال ويسهم الملتقى الذي يختتم أعماله اليوم بدعم ريادة الأعمال وتلبية طموحات رواد الأعمال عبر تعزيز تواصلهم مع الجهات التمويلية في المملكة والمستثمرين وصناع القرار وللحديث أكثر ينضم إلينا من الملتقى بيبان في الرياض مراسل الأخبار السعودية زميل عبد الرحمن الموسى عبد الرحمن بداية أهلا بك في هذه النشرة عبد الرحمن يعني 54 مليار ريال وصل التمويل من خلال هذه الفعاليات كيف يسهم هذا التمويل على أثره وأثر ذلك على المنشآت الصغيرة والمتوسطة نعم عبد الرحمن أولنا طاب مساكم مساكل المشاهدين بكل خير هذا هو اليوم الخامس والأخير الذي انطلق بعنوان فرص تصنع الرياضة هذا الملتقى ملتقى بيبان 2023 الحقيقة الذي يجمع نخبة من العارضين أكثر من 750 عارض خلال هذا الملتقى عرضوا الحقيقة كل بآخر ما توسط له أيضا المنشآت الصغيرة والمتوسطة وجمعهم برواد الأعمال من جميع أنحاء العالم هذا الملتقى الحقيقة الذي زاره حتى الآن أكثر من 100 ألف شخص زار هذا الملتقى ونحن في يومنا الخامس والأخير لا زالت أيضا الوفود تفد إلى هذا الملتقى في واجهة الرياض شمال العاصمة حيث حقيقة هناك ورش العمل التي تقدم خلال هذه التي تجاوزت أكثر من 300 ورشة عمل التي قدمت من خلالها أيضا العديد من الاستشارات التجارية بين أصحاب المنشآت الصغيرة والكبيرة نحن نتواجد عبد الرحمن حاليا في أحد أكبر وأهم الأجنحة وهو جناح باب التجارة الإلكترونية الذي حقيقة يحتوي على نحو أكثر من 90 جناحا في خلال هذا الملتقى لعرض آخر ما توصلت إليه التجارة الإلكترونية في العالم يقف بجواري هنا المدير العام العلاقات العامة بالتجارة الإلكترونية في منشآت الأستاذى مرام الجيشي لتحدثنا عن مزيد من التفاصيل حول التجارة الإلكترونية نرحب بك أستاذى مرام عبر شاشة أخبار السعودية حديثينا أستاذى مرام عن آخر ما توصلت إليه واكتساب مدى أهمية هذه التجارة الإلكترونية ونحن نواكب هذا التطور العالم في التجارة الإلكترونية شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الرحمن للقناة السعودية للتصحيح مرام الجيشي مدير إدارة التجارة الإلكترونية في منشآت حياكم الله في الباب اليوم نحن في إدارة التجارة الإلكترونية وفي عملنا على تصميم رحلة الزائر في باب التجارة الإلكترونية حرصنا على توفير الممكنات الرئيسية داعمة لأصحاب الأفكار رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لبدء العمل والتوسع والنمو من خلال التجارة الإلكترونية بدءا بمسرح التجارة الإلكترونية للتحفيز والإرشاد والألهام عبر مع البرنامج حافل يتخلل قصص نجاح حوارات حية استعراض لمتحدثين رئيسيين استعراض لقصص نجاح panel discussion ومن ثم التدريب من خلال تعاون مع شركائنا من القطاع الخاص والعام أيضا لتوفير تدريب وتأهيل لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنمية قدراتهم في مواضيع معينة ومتخصصة في التجارة الإلكترونية معانا جهات حكومية داعمة معانا أبرز اللاعبين الرئيسيين من القطاع العام والخاص اللي يقدموا الحلول والخدمات الداعمة والمنتجات الداعمة لأصحاب المنشآت ليتوسعوا وينموا من خلال التجارة الإلكترونية طيب أستاذ مرام وأنتم في هذا الباب باب التجارة الإلكترونية نحن نشهد الآن هذه الثورة التقنية ما هو مدى أيضا الطموحات التي تصلون إليها في تحقيق مستدفات رؤية المملكة 20-30 طبعا التجارة الإلكترونية جزء مهم من الاقتصاد والتوجه العالمي الآن للتجارة الإلكترونية وخاصة بعد تدعيات جائحة 20-30 من قبل الجائحة كانت التجارة الإلكترونية شيء جيد لتعزيز التنافسية والتوسع والنمو اليوم أصبحت التجارة الإلكترونية شيء رئيسي وتواجد من خلال الفضاء الإلكتروني وخلال الإنترنت والوصول إلى المستفيد والمستهلك جزء رئيسي للبقاء اليوم التجارة الإلكترونية كسرت الحاجز للدخول للسوق ولكن خلقت منافسة من نوع آخر فلابد أن رواد الأعمال وأصحاب المنشآت يستغلوا الفرص في هذا المجال وأيضا يقدم لهم الدعم للتغلب على التحديات وهذا دورنا هنا ومن خلال هذا الباب هذا اللي نسعى إلى تقديمة أستاذ مرامة الجشي وأنت مديرة عام المدير إدارة التجارة الإلكترونية شكرا جزيلا لك شكرا لكم الله ديك العافية نعم عبد الرحمن هذا هو حقيقة اليوم الأخير الذي نشهده في ملتقى بيبان 2023 الذي احتضن العديد من الأجنحة الحقيقة التي تشارك في هذا الملتقى أكثر من أربعة آلاف مستفيد حتى الآن خلال انطلاق هذا الملتقى من خلال تقديم الاستشارات الإلكترونية والاستشارات التجارية أيضا ربطهم بالعديد من من قد من خارج المملكة لتقديم كل آخر ما توصلت إليه التجارة الإلكترونية والتجارة العالمية إذن كل شكر وتقدير لمراسل الأخبار السعودية من ملتقى بيبان الزميه العبد الرحمن الموسى وظيفته الكريمة شكرا لكم عقد برنامج التحول الوطني في الرياضة اليوم ملتقى التحول الوطني واقع نعيشه بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وذلك لمناقشة أبرز التطورات والجهود التي حققها برنامج التحول الوطني منذ إطلاقه في عام 2016 بصفته أولى برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 إضافة إلى استعراض مدى تقدمه في تحقيق أهدافه من خلال مؤشرات قياس الأداء يأتي هذا الملتقى بالتزامن مع إطلاق برنامج التحول الوطني لتقريره السنوي لعام 2022 أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني خلال مؤتمر التحول الوطني أن جميع القضايا الأكترونية تصل إلى المحكمة في أقل من دقيقة القضية تنتقل لحظياً لا تصل إلى دقيقة بمجرد انتهائها بضغط زر تصل لمحكمة الاستعناف هذه ليس ممكناً فقط وإنما هذا متيح لعملية الجودة لما تصل القضية إلى الدرجة الثانية محكمة الاستعناف خلال وقت وجيز فمعناه الوقت المتبقي هذا يعطي الدائرة القضائية فرصة للتدقيق وغيرها سابقاً لا يمكن أن تصدر وثيقة قضائية إلا فيها من التواقع والأختام الشخصية والأختام الموضوعية للمحكمة ختم القاضي وختم الدائرة والتوقعات الآن كل الوثائق القضائية وحتى التوثيقية والتنفيذية إلكترونية بالكامل فيما قال نائب رئيس هيئة الخبراء الدكتور عمرو رجب أنه بعد إنشاء منصة استطلاع أصبح إلزاماً على جميع الأجهزة الحكومية أن تنشر كل المشاريع لديها على المنصة لأخذ مرئيات العمومة بعد تأسيس المركز التنافسية وإنشاء منصة استطلاع أصبح إلزاماً على جميع الأجهزة الحكومية أن تنشر كل أي مشاريع لأنظمة أو تنظيمات أو لوائح أو قرارات أو قواعد أن تنشرها على منصة استطلاع لأخذ مرئيات العمومة وبالتالي هذه أصبحت خطوة جداً جداً مهمة ومفيدة لهيئة الخبراء عند دراستها لآخر مشروع حيث أنها تطلع على جميع المرئيات التي قدمت وبالذات المرئيات التي تقدم من ذوي المصلحة والمعنيين والمكلفين والمفترض أن يكونوا مكلفين بتطبيق هذه الأنظمة واللوائح فيما قال ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن هناك استراتيجيات تقدم على كل منطقة بحسب مزاياها التنافسية والتي تستوعب التحول والنمو الجديد بعد إعادة تخطيط بعض المخططات العمرانية حيث سيتم استيعاب أعداد أكثر اليوم نحاول من خلال إعادة التخطيط كيف نستطيع في أماكن نستوعب أعداد أكبر واليوم حسب ما بدأنا من رحلة التحول الوطني إلى الآن نرى قبول لاستيعاب مثل هذه الأمور بيضل عندنا بعض التحديات مثل الازدحام في بعض المناطق ونأمل إن شاء الله من وسائل النقل العام لاستيعابها ولكن اليوم كل الخدمات لذلك تكلمنا على موضوع مثلا المطارات حجم الطرق الخدمات المقدمة للساكنين المدن الذكية خدمات اللي يحتاجها أساسية منها النظافة وصيانة إلى آخره اليوم في عادة التخطيط وهناك أيضا استراتيجيات تقدم على كل منطقة بحسب مزاياها التنافسية اللي تستوعب مثل هذا النمو بشكل كبير أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن الشراكات الاستراتيجية تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية كله الآن يبحث عن دولة فيها استقرار سياسي فيها استقرار اقتصادي فيها سياسة مالية متينة جدا سياسة نقدية فيها قطاعات مفتوحة فيها بيئة استثمارية جاذبة فيها فرصة للاستثمار المتبادل لما تكلمنا في الإجابة على السؤال الأول أن المملكة قوة استثمارية رائدة عندنا ولله الحمد نحن دولة مصدرة للاستثمار على مدى الست سبع عقود الماضية ولكن أيضا دولة منفتحة على العالم وجاذبة للاستثمار ومحاور الرؤية المختلفة بما فيها أن نكون منصة للشركات العالمية أن تصل لأسواق داخل منطقتنا ومحيطنا في دول الخليج وأيضا في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وغيرها فالشركات الاستراتيجية التي نقوم فيها لها هدف عام جذب الاستثمارات الأجنبية النوعية للمملكة وأيضا فتح الأسواق المتميزة للشركات السعودية الرائدة وصندوق الاستثمارات العامة وغيرها للدخول إلى هذه الأسواق كما كشف الفال عن وجود لجنة وطنية في وزارة الاستثمار معنية بالحوافز التنظيمية والمالية للمساهمة في جذب الاستثمارات إلى المملكة وزارة الاستثمار الآن معنية بالمستثمر المحلي كما نحن معنيين بالمستثمر الأجنبي ونضمن المساواة ضمان وتعزيز حقوق المستثمر سواء كان أجنبي والمنافسة العادلة والعمل مع هيئة المنافسة أيضا ولأول مرة في تاريخ المملكة هناك لجنة وطنية للتحفيز والحوافز الوطنية تجمع بينما تقدمه المملكة من حوافز سواء كانت تنظيمية أو مالية للمشاريع النوعية ورأينا أثر كبير لهذا البرنامج للمحفزات في إطلاق باكورة برنامج شريك قبل عدة أيام احتفت هيئة السياحة بالنجاحات المتتالية والمنجزات والأرقام المحققة والشراكات استراتيجية المبرمة في ختام مشاركة الهيئة السعودية للسياحة بمعية شركائها في منظومة السياحة السعودية وما يزيد عن مئتي تجربة وباقة سياحية جاهزة للحجز وأكثر من عشر اتفاقيات دولية جديدة بالإضافة لتحقيق جناح المملكة لجوائز التميز في المعرض الدولي لصناع السياحة في برلين وللحديث أكثر ينضم إلينا عبر سكايب المرشد السياحي الأستاذ ثامر العبد الكريم بداية أهلا بك أستاذ ثامر في هذه النشرة أستاذ ثامر بداية من الملاحظة أن الهيئة تركز بمعية شراكائها على السياحة السعودية أيضا هناك عشر اتفاقيات دولية جديدة في هذا السياق حدثنا عن ذلك بداية أرحب فيكم أهلا وسهلا فيكم أخي العزيز أهلا سهلا بالمشاهدين نعم هذه الاتفاقيات والاهتمام بالسياحة طبعا في مملكتنا الحبيبة لم يكن من قرار هذا كل نظير ما تحتويها وما تمتلكه مملكتنا الحبيبة من تنوع جميل تنوع سياحي في مملكة من شرقها من غربها من شمالها جنوبها واهتمام حكومتنا عزه الله بهذا الجانب السياحي الذي برز الآن إلى المجتمع العالمي بشكل كبير نعم أستاذ ثامر أنتم كمرشدين سياحيين كيف تنعكس هذه الاتفاقيات وهذه الأرقام المحققة على دوركم أكيد نعكسها مهم جدا وبارح وواضح بالعيان في المجتمع خاصة في السياحة عامة السياحة اللي توافدوا على المملكة يتوافدوا من جميع أنحاء العالم على مملكتنا الحبيبة في هذه الفترة نحن في العلا بالذات نشاهد استقطاب كبير جدا للسياح في العلا وشغف لدرجة أنهم يعدون هذه التجربة لأكثر من مرة في العلا أو غيرها من المدن في مملكتنا الحبيبة هذا كله طبعا عائد اقتصادي كبير عائد سياحي للمجتمع المحلي ومجتمع ككل في المملكة نعم أستاذ ثامر بما أنك ذكرت العلا يعني أنتم كمرشدين سياحيين ما هو الدور المأمول أو ما هي أو ماذا تريدون لكي يكون تفعيل دور المرشد السياحي أكثر وأكثر لله الحمد لله وفعلا المرشد السياحي في العلا عليهم أدوار كبيرة طبعا والحمد لله طائمين بأدوارهم هذه كما يجب نعم نحتاج إلى عدد أكبر من المرشدين السياحيين في المجتمع نضير الضغط الكبير السياحي اللي يتوفر على المملكة على العلا قاصة أمس بالتهديد ونحتفل بدخول العلا أو فوز العلا بأفضل مدينة سياحية في القرى السياحية فهذا كمان لم يكن وليد صدفة على اهتمام كبير من حكومتنا عز الله كذلك كما ذكرت سابقا أن الإمكانيات الموجودة في مملكتنا إمكانيات رهيبة ومميزة الحمد لله نعم أخيرا استثمر انعقاد مثل هذه المشاركة في القطاع السياحي خارجيا ومتعددا مع الشركة انعكاسها على السياحة بحد ذاتها ودوركم أنتم كذلك زي ما ذكرت الانعكاس كبير طبعا والفائدة المرجوة كبيرة جدا من هذه المعارض وهذه الاتفاقيات بحيث سنشوف كم أكبر من السياح كما ذكرت لمملكتنا ولجميع المدن السياحية في العلا كذلك توضيح الصورة المملكة في الدول الخارجية توضيح رهيب جدا ومميز طبعا إذن كل الشكر والتقدير للمرشد السياحي رساد ثامر العبد الكريم شكرا لك رساد ثامر تنطلق عصر اليوم منافسات دور ربع نهائي كاس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم 2023 حيث يحل الاتحاد ضيفا ثقيلا على نظيره الفيحة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ويخوض الاتحاد اللقاء منتشيا بالفوز دوريا على النصر وانتزاع الصدارة منه وفي مكة المكرمة يصدف الوحدة الباطن على أستاذ مدينة الملك عبد العزيز الرياضية اختتمت في مدينة الظهرام منافسات المرحلة الثانية من دورة الألعاب الرياضية الثامنة تعشر للقوات المسلحة هذا وستقام المرحلة الثالثة من دورة الألعاب الرياضية الثامنة عشر للقوات المسلحة في حفر الباطن في شهر مايو المقبل يتنافس فيها أكثر من ثلاثة آلاف رياضي يمثلون القوات البرية والقوات الجوية والقوات البحرية وقوات الدفاع الجوي وقوة الصواريخ الاستراتيجية وكذلك الإدارة العامة للخدمات الصحية في ألعاب تيكواندو ورفع الأثقال والجودو وتنس الطاولة استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم سفير جمهوريته سلفاكيا لدى المملكة رودولف ميخالكا وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياضة رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإسكان بالرياض الدكتور عمر العجاجي وأعضاء مجلس إدارة الجمعية واطلع سمو على برامج الجمعية وأبرز المستهدفات التي تعمل عليها منوها بجهود القائمين على الجمعية كما تسلم سمو هدية تذكارية عبارة عن العلم الوطني بمناسبة يوم العلم رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية اللقاء السنوي لجمعية أصدقاء المرضى واستعرض إنجازاتها خلال العام الماضي وذلك بمقر غرفة الشرقية بالدمامة وثمن أمير الشرقية جهود الجمعية التي تحظى بدعم أهل الخير والمحسنين وتخدم القطاع الصحي في جوانب يحتاجها المرضى وتعزز من جودة الخدمات الصحية وكرم أعضاءها والداعمين لبرامجها ومبادراتها وفاعرياتها رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية حفل تخرج طلاب كلية الجبال الصناعية ومعهد الجبال التقنية البالغ عددهم 2127 خريجا بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبال وينبع بندر الخريف ورئيس الهيئة الملكية للجبال وينبع المهندس خالد السالم وذلك في مركز الملك عبد الله الحضاري بمدينة الجبال الصناعية رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية لقاء الأوقاف الصحية والمعرض التعريفية المصاحب والذي نظمته جمعية الأوقاف الصحية بمشاركة عدد من الجمعيات المتخصصة وشهد أمير الشرقية توقيع عدد من الاتفاقيات منها اتفاقية مركز الزامل لرعاية الكلة وتطوير مركز الأمير سلطان الاجتماعي وتوقيع إنشاء المرحلة الأولى والتي تحتوي على عيادات متخصصة ووحدة غسيل للكلة استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران مدير عام التعليم بالمنطقة فهد عقالة واستلم سموه التقرير المصور عن الفعاليات التي قامت بها إدارة التعليم بالمنطقة بمناسبة يوم العلم الذي استمل على فعاليات وأنشطة قامت بها إدارة التعليم يوم السبت الماضي احتفاءا بهذه المناسبة كما اطلع سمو أمير منطقة نجران على الاستعدادات التي تخذت من تعليم المنطقة مع بداية الفصل الثالث وذلك بعودة أكثر من 124 ألف طالب وطالبة لصفوف الدراسة في جميع المراحل كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه في الإمارة الفائزين بجائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل متميز في يوم التأسيس واليوم الوطني جاء ذلك خلال استقبال سموه لرئيس جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى الأنصاري والوفد المرافق له بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبد الرحمن الوزان وأمين مجلس شباب منطقة القصيم دهش الدهش كما وقف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم على المشاريع التعليمية المنجزة التي تم افتتاحها مؤخرا وانتظام العملية التعليمية للفصل الدراسي الثالث في مدارس الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة للوقوف على المشروعات المنجزة والإطلاع على سير العملية التعليمية أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز وقف ميدانيا على اكتمال وجاهزية آخر المشروعات المدرسية المتعثرة التي تضمنت مدرسة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الثانوية ومدرسة طبيا بنت البراء للطفولة المبكرة بعد أن تضافرت جهود اللجنة الميدانية لمتابعة المشاريع المتعثرة وإدارة تعليم القصيم على استكمالها كما اطلع اسمو على سير العملية التعليمية في ثانوية فيصل بن مشعل وطلعا على مرافقها النموذجية وخدماتها التعليمية والنوعية والبيئة المدرسية التي هيئتها الهيئة التعليمية أمير القصيم وقف على برامج وفعاليات الاحتفاء بيوم العلم وشاد أمير القصيم بالبرامج النوعية التي تساهم في تطوير البيئة التعليمية مؤكدا أهمية الجهود التي تبذلها لجنة متابعة المشاريع المتعثرة مع مختلف القطاعات الحكومية تشرفنا هذا اليوم بزيارة سمو أمير المنطقة لمجموعة من المشاريع المتعثرة التي كانت منذ سنوات متعثرة واستكملت الإدارة جميع الجهود لاستنفاذ أو لاستكمال ما يلزم لإنجاحها وإنجازها وكما ترى هذه أحد المشاريع التي تمت تنفيذها خلال السنوات الماضية واستنفت فيها الدراسة وزارها سمو أمير المنطقة هذا اليوم ليتفقد هذه البيئة النوعية التي أصبحت نموذج نسع بإذن الله تعالى أن نعمم هذا النموذج على أكثر من مدرسة وعملت إدارة تعليم القصيم على تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج لتوفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب والطالبات تحت مبادرة مدارسنا خضرة مساحتها ما يقارب يطوي للعمر 2000 متر مربع وعندنا الأشجار تقريبا ما يقارب 100 شجرة وكل الرأي هنا في المدرسة رأي ذكي ونستخدم المياه الرمادية دور تكاملي للجنة الميدانية لمتابعة المشروعات المتعثرة بالمنطقة وإدارة تعليم القصيم أثمرت عن إنجاز 17 مشروعا مدرسيا بمختلف المراحل التعليمية لأخبار السعودية علي العطينان بريدا اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم أولويات جمعية الإسكان الأهلية للفئات الثلاث وهم المعاقون والأرامل والأيتام وذلك لتأمين وحدات سكنية للأسر مشيدا بما تحقق من منجزات في الجمعية والتي قدمت خدمات سكنية ومجتمعية في تأمين السكن للمحتاجين التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة حائل سفيرة الجزائر لدى المملكة الدكتور محمد علي بوغازي وجرى خلال اللقاء تبادل الأحديث الودية ونوها أمير حائل بقوة الروابط الأخوية بين البلدين والتعاون القائم متمنيا مزيدا من التوفيق لحكومة وشعب الجزائر الشقيقة كما رح صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة حائل حفلة تكريم المتقاعدين من منسوب الإمارة لهذا العام ونوها الأمير عبد العزيز بن سعود بما قدمه المتقاعدون من عمل وتفان وإخلاص مشيرا إلى خبراتهم الكبيرة التي يجب أن تسخر لخدمة الوطن وحياتهم المستقبلية نسعد في الالتقاء مع أخواننا وزملائنا المتقاعدين حقيقة اليوم الوطن يكرمهم ويثني على الأداء الذي قاموا بالفترة الماضية كان لهم الأثر والدور الكبير نسعد حينما يكون أبناء الوطن على درجة عالية من العطاء لهذا الوطن المعطاء الذي الحمد لله اليوم يشكر أبنائه على ما ساهمه به هذا واطلع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل خلال لقائه مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور فرحان الشمري على الاستعدادات القائمة لإقامة مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2023 والذي يشارك به أكثر من سبعين متحدثا من مختلف دول العالم وبمشاركة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ويصاحبه عدد من الفعاليات في موقع بيئي متميز كما دشنا صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل بالإمارة اليوم الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي لإمارة المنطقة ونوها سموه بالحراك التنموي الذي تشهده مناطق المملكة في جميع المجالات بدعم من القيادة الحكيمة ومن ضمنها التحول الرقمي الذي يعد عاملا هاما يهدف إلى تمكين جميع القطاعات الحكومية من تقديم خدماتها بكفاءة وفاعلية في ظل الرؤية الحكيمة لولاة الأمر ومستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية اليوم هذه البرامج للتحول الرقمي تثري أداء العمل بشكل كبير وواضح وتجعل حقيقة مناخ إيجابي في أداء العمل وكذلك هي تعد خدمة هامة تقدم لهذا الوطن وأبنعه اليوم شراكتنا مع معهد الإدارة ليست وليدة الساعة يعني هي شراكة أعتقد أنها قديمة ونستمد قدراتنا وتعاملاتنا من بعض أعتقد أن معهد الإدارة من أهم الشركة لأمارة منطقة حائل نتطلع حقيقة أن نخوض التحدي سويا في المستقبل استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن علي آل خليفة الذي يزور المنطقة وأنوها سمو بقوة الروابط الأخوية الراصخة بين المملكتين والتي تعد أنموذجا متميزا للعلاقات المتينة مرحبا سمو بالسفير البحريني في زيارته للمنطقة وقيامه بجولة على المواقع الأثرية والسياحية في المنطقة وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياضة إلى محافظة وادي الدواسر وكان في استقباله لدى وصوله عدد من مسؤول المحافظة والتقى نائب أمير الرياض بالمواطنين وبرؤساء المراكز الأمنية وقام بزيارة تفقدية لمبنى الشرطة وعقد اجتماعا مع عدد من قيادات الجهات الأمنية كما زار الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمحافظة ورفع العلم السعودي احتفاء بمناسبة يوم العلم أقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياضة حفل استقبال لأهالي محافظة وادي الدواسر بمناسبة زيارته التفقدية للمحافظة وذلك بمدينة الأمير ناصر بن عبد العزيز الرياضية وشهد سموه والحضور أوبريت وطني تلاه عرض مرئي عن محافظة وادي الدواسر كما شارك سموه في العرضة النجدية تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف موقع طوير الأثري بمدينة اسكاكا وطلع على سير أعمال التقنيات الأثرية التي تؤكد العمق التاريخي للمنطقة واستمع أمير الجوف لشرح المفصل عن أبرز أعمال التنقيب في موقع الطوير وفي المنطقة وأبرز النتائج المتحققة مؤكدا أهمية إبراز التراث الثقافي لمنطقة الجوف كونها من أغنى مناطق المملكة بالإرث الإنسانية شهد صاحب السمو الأمير السعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة حفل التخرج للدفعة الثامنة من طلاب وطالبات جامعة جدة للعام الحالي البالغ عددهم أكثر من ستة آلاف خريج وخريجة وذلك بمقر الجامعة في الفيصلية ثم كرم سموها الطلاب لوائل والمتفوقين يساهم نادي الأحسان الأدبي الثقافي بمبادراته المتواصلة في تكريم الرواد والرموز في المملكة العربية السعودية بكافة المجالات الراحل تركي أسديري رحمه الله وحفل التكريم في التقرير التالي بهدف التعريف بشخصية سعودية استثنائية في المجال الإعلامي عرفت بإسهامها الوطني والعربي والعالمي في تطوير العمل الصحفي جاء تكريم الراحل تركي أسديري في الأحسى ملك الصحافة كما لقبه الملك عبد الله رحمه الله أسعدني حضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال واهتمامه بدأ قد تفاصيل كان جدا إضافة للحفل وأيضا إحساسي أنا كبنت تركي أسديري أن تركي أسديري لا زال موجود بالرغم بأنه يكمل ست سنوات على رحيلة من بيننا تضمن جدول التكريم عرض فيلم ومحاضرة عن سيرة الراحل شملت تجربة أسديري الإعلامية والإنسانية ودوره في خدمة المجتمع وتفاصيل حياته داخل الأسرة الواقع تكريم المرحوم تركي أسديري في هذه الليلة هو تكريم لكل الإعلاميين لكل من خدم الصحافة السعودية تركي أسديري رحمه الله من ساتذة الإعلام في المملكة العربية السعودية وشخص له أثر كبير يسهم نادي الأحساء الأدبية الثقافي في دعم الصحافة والصحفيين بفتح أبوابه لنشاطاتهم وتكريم المتميزين منهم وتشجيع الشباب على العمل الصحفي الهادف وتثمين أعمالهم الصحفية والتعريف بها محمد المزيدي المبرز شؤون الحرمين جولات ميدانية لتأكد من منظومة الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام لقاصد بيت الله الحرام والخطط والمبادرات والبرامج التطويرية التي من شأنها تلبي احتياجات ضيوف بيت الله الحرام إضافة إلى الاطلاع على الضوابط والإجراءات داخل المسجد الحرام ومراعاة تطبيقها بما يضمن إثراء تجربة الزائر والمعتمر أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة عن تمديد فترة إصدار التصاريح الخاصة بالمنازل المعدة لإسكان الحجاج لتستمر حتى نهاية شهر شعبان الجاري ودعت اللجنة كافة المواطنين والراغبين في تأجير منازلهم إلى سرعة مراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بمبانيهم وأوضحت اللجنة أنها مستمرة في استقبال الطلبات عبر المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من أمانة العاصمة المقدسة والدفاع المدني بدورها أهابت الأمانة بجميع أصحاب المباني والذين يرغبون في تأجيرها بتطبيق كافة الاشتراطات واستفاء جميع عناصر السلامة والأمانة ضمن أهم البرامج المقدمة من إثراء عن الهجرة النبوية صدرت إثراء الفيلم الوثائقي العالمي الهجرة على خطأ الرسول صلى الله عليه وسلم دشنت إثراء العرض الأول للفيلم الوثائقي على خطأ الرسول صلى الله عليه وسلم والذي بني على أبحاث أكاديمية وميدانية حول هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ضمن بنالي الفنون الإسلامية في مدينة جدة المشروع هذا عبارة عن ثلاثة منتجات أساسية المنتج الأول هو معرض أقيم في مركز مرك عبد العزيز في الظهران افتتح السنة الفاتت واستقبلنا فيها أكثر من مئة سائر المعرض هذا يعني صمم لأنه يكون معرض متنقل فراح يروح أول محطاته هذه السنة المتحف الوطني في الرياض وثم إلى محطات أخرى خلال الثلاث سنوات القادمة بإذن الله يعد الفيلم مكملا لمعرض الهجرة على خطأ الرسول صلى الله عليه وسلم المقام في مركز إثراء والذي جاء نتيجة بحث عدد من الأكاديميين من أبرزهم الدكتور عبد الله القاضي الذي تتبع خطوات الرسول صلى الله عليه وسلم مشروع الهجرة بشكل عام مشروع يوثق إرث لشبه جزيرة عربية بحيث أننا نشارك ثقافتنا ونشارك الإرث هذا مو بس المتلقي المحلي ولكن المتلقي الدولي من خلال مشاريع متعددة سواء كانت معرض أو كتاب أو فيلم يقدر يعني يسهل على المتلقي فهم الموضوع وتوثيقه يصلط الفيلم الضوء على القصة الإنسانية وإبراز الجوانب التثقيفية للرحلة التي بدأ منها التقويم الإسلامي أبرار باهبري جدة أعلن مركز الإسناد والتصفية انفاذ عن إقامة 12 مزاداً علنياً ابتداء من اليوم حتى الخميس المقبل وذلك لبيع وتصفية 105 عقارات متنوعة ما بين السكني وتجاري وزراعي والصناعي تقع في ثماني مناطق في المملكة من بينها الرياض ومكة والمدينة يذكر أن مركز إنفاذه يعد مركزاً حكومياً مستقل يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصة من القطاع الخاص والإشراف عليها يدشن صندوق تنمية الموارد البشرية مساء اليوم بالرياض استراتيجيته وهويته الجديدة بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعدد من القيادات في القطاعين الحكومي والخاص ومهتمين ومختصين بسوق العمل وترتكز الاستراتيجية على ثلاث غايات رئيسة هي دعم تطوير الموارد البشرية لتتوافق مع احتياجات سوق العمل والرفع من كفاءة الموأمة بين العرض والطلب وتمكين التوظيف المستدام بمشاركة ثلاثين مزارعا وخمسة وعشرين أسرى منتجة يواصل سوق فلاليح القصيم الذي يقام كل يوم سبت بجادة السواقي بمحافظة البكيرية استقبال الزوار والمتسوقين والمهتمين بالزراعة والتراث العريق المزيد في التقرير التالي بهدف دعم صغار المزارعين وأسرهم وكذلك الأسر المنتجة انطلق سوق فلاليح القصيم في جادة السواقي بمحافظة البكيرية والذي يقام كل يوم سبت ويستمر حتى شهر رمضان المبارك السوق فلاليح القصيم يقام كل يوم سبت من الساعة الثامنة صباحا حتى 12 وران لدينا مشارك ثلاثين مزارع وخمسة وعشرين أسفة منتجة جاءوا للاستفادة من عملية البيع واشتراك في هذا السوق وجدنا قبال كبير من الزوار هذا السوق الذي انطلق بفكرة من أمير منطقة القصيم من خلال إشاء جمعية فلاليح القصيم لتسويق المنتجات الزراعية والتحويلية والعروض الخاصة بالأسر المنتجة والحراف اليدوية والمأكلات الشعبية أمجاد الحربي محافظة البكيرية نشرة انتهت هذا تذكير بعناوينها أعمال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص تنطلق غدا على مدار يومين ملتقى بباني اختتموا أعماله اليوم في الرياض بتمويل يبلغ 54 مليار ريال للمنشآت وزير العادل يؤكد خلال ملتقى التحول الوطني أن جميع القضايا الالكترونية تصل إلى المحكمة في أقل من دقيقة السياحة تحتفي بالنجاحات وشراكات الدولية الجديدة في معرض برلين للسياحة شكرا لطيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة